اشتركوا في القناة نعم كنت قد طالبتكم يوم أمس بإنجاز تمارين المثبتة في صفحة 198 والتي تدخل ضمن الدعم السنوي العام للظواهر اللغوية التي سابق لكم وأن رأيتمها من بداية السنة حتى الآن أولا أملأ الجدول إذن الجدول لدينا ثلاث خانات لدينا الجمل الفعلية ثم الفاعل ثم ظاهر أو ضمير نعم في هذه الجمل سوف نحدد الفاعل الفاعل في هذه الجمل ثم بعد ذلك هل الفاعل هل هو ضمير أو ظاهر إذن سبق وأن رأينا بأن الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا أو يكون ضميرا نعم بالنسبة للسؤال الثاني أركب أربع جمل فعلية حسب ما يلي الفعل لازم الفعل متعد بالنسبة للفعل اللازم سوف نأتي ب أو سوف نركب جملتين جملتين تبتدئين ب فعل لازم معنى الفعل اللازم هو الذي يكتفي بالفاعل فقط ولا يتعد إلى المفعول به بنسبة للخانة الثانية الفعل متعد المتعد هو الفعل الذي يتعد الفاعل إلى مفعول به أو أكثر إذن هذا هو الفعل المتعد نعم نمر الآن إلى السؤال الثالث أضع اسم إشارة في كل فراغ جلست بجانب نعم فراغ الصديقي نعم ما هو اسم الإشارة المناسب لهذه الجملة ثم لم أعد أرى جيدا نعم فراغ الحافلة البعيدة لاحظوا معي هنا الحافلة البعيدة إذن هنا سوف نملأ الفراغ باسم إشارة للبعيد طلبت نعم كذلك فراغ المجلتين إذن ماذا نعم ما هو اسم الإشارة المناسبة الذي سوف نملأ به الفراغ في هذه الجملة ثم فراغ السياح سيلتحقون بنا إذن ما هو اسم الإشارة المناسبة الذي سوف تبتلئ به الجملة نعم إذن كي نضع اسم الإشارة المناسب يجب علينا أن نحدد طبيعة المشار إليه نعم المشار إليه هل هو مفرد مؤنت أم مفرد مذكر أم متنى مؤنت أو متنى مذكر أو جمع مذكر إلى آخره أو جمع مؤنت بالنسبة للسؤال الرابع أركب جملا مناسبة إذن سوف أركب جملة مفيدة نعم تتضمن اسم الإشارة هذان وجملة أخرى تتضمن اسم الإشارة هؤلاء ثم جملة تتضمن أولئك وجملة أخرى تتضمن هاتان خامسا أركب أربع جمل تتضمن أسماء موصولة إذن سوف نركب أربع جمل نأتي بأربع جمل تتضمن أسماء الموصولة من الأسماء الموصولة التي رأينا خلال هذه السنة الذي ثم التي ثم الذين ثم من ثم اللذان اللتان اللوات اللاء إلى آخره إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الأسئلة نمر الآن إلى التصحيح السؤال الأول أملأ الجدول الجملة الفعلية ثم الفاعل ظاهر أو ضامر إذن هنا سوف نحدد نوع الفاعل هل هو ظاهر أم ضامر في الجملة الأولى استقبل مدير الفندق السياحة نعم هذه الجملة تبتدأ بفعل استقبل نعم لكي نحدد الفاعل نعم نطرح السؤال من قام بالفعل استقبل مدير الفندق السياحة إذن من قام هنا بفعل الاستقبال إذن هو المدير إذن فمدير هو الفاعل نعم ولاحظوا معي هو اسم ظاهر هو اسم ظاهر نعم في الجملة الثانية أدخل يا أسامة فهذه هي الغرفة لاحظوا معي هنا الفعل أدخل أدخل هذا فعل أمر نعم نعم من أخاطب هنا أخاطب أقول لك أدخل أنت إذن الفاعل هو أنت نعم نوعه هو ضمير مستتر أي ضمير نعم في الجملة الثالثة يشتمل الفندق على سبع طبقات الفاعل هنا هو الفندق وهو اسم ظاهر نعم استعمل السخان لأن التقص بارد استعمل أقول لك مثلا أن استعمل أخاطبك أنت إذن فالفاعل هو أنت إذن هذا كل ما يتعلق بالسؤال الأول نمر إلى السؤال الثاني أركب أربع جمل فعليتين حسب ما يلي الفعل لازم ثم الفعل متعدد إذن هنا وضعت جملتين نعم في كل خانة الفعل لازم اقترب السائح من الحافلة نعم لاحظوا معي هنا كتبت بلون مغاير الفعل والفاعل نعم لكي أبين بأن هذا الفعل هو فعل لازم اقترب هو الفعل السائح هو الفاعل من الحافلة هو جار ومجرور نعم نعم لا تخلط بين الجار والمجرور والمفعل به من الحافلة ليس بمفعل به وإنما جار ومجرور لذلك كتبت الفعل والفاعل بلون مغاير لكي أبين بأن هذا الفعل هو فعل لازم كذلك لدينا في الجملة الثانية ذهب السائق إلى الفندق ذهب السائق إلى الفندق ذهب الفعل الصائق فاعل إلى الفندق جار ومجرور وليس بمفعل به إذن في الخانة الثانية المخصصة للفعل المتعدد أو الفعل متعدد أحب السياح مراكشة نعم لاحظوا معي هنا أحب هو الفعل السياح الفاعل مراكشة هو المفعول به نعم هو المفعول به إذن الفعل أحب هو فعل متعدد في الجملة الثانية وجه المرشد السائحة وجه هو الفعل المرشد هو الفاعل السائحة مفعول به إذن نذكر دائما إذا أردت أن نحدد الفاعل نطرح السؤال من قام بالفعل وإذا أردت أن نحدد المفعول به أطرح السؤال من وقع عليه الفعل إذن هذا ما يتعلق بالسؤال الثاني السؤال الثالث أضع اسم إشارة في كل فراغ إذن هنا نعم يجب أن نحدد نوع المشارع إليه لكي نعم نضع اسم الإشارة المناسب جلست بجانب هذا الصديق إذن الصديق مفرد مذكر إذن اسم الإشارة المناسب إليه هو هذا لم أعد أرى جيدا تلك الحافلة البعيدة لاحظوا معي هنا الحافلة البعيدة إذن هنا مفرد مؤنت البعيد المشارع إليه هنا بعيد إذن اسم الإشارة المناسب هو تلك لم أعد أرى جيدا تلك الحافلة البعيدة نعم الجملة الموالية طلبت هاتين المجلتين نعم لاحظوا معي هنا أعزائي عزيزتي طلبت هاتين ولم أقل طلبت هاتين لماذا؟ لأن المشارع إليه المجلتين وهنا هو مثنى مؤنت مثنى مؤنت ولم أقل كذلك طلبت هاتين لماذا؟ لأن هاتين جاءت هنا مفعول به نعم لذلك لا أقول هاتين وإنما أقول هاتين جاءت هنا مفعول به من صب بليا نعم هؤلاء أو أولئك السياح سيلتحقون بنا إذن هنا في كلتا الحالتين نعم سواء وضعت أولئك أو وضعت هؤلاء نعم الحالتين معين أو إسماء الإشارة معنهما صحيحا إذن هذا ما يتعلق بالسؤال الثالث نمر الآن إلى السؤال الرابع أركب جملا مناسبة نعم جملة تتضمن هذان وجملة هؤلاء إلى آخره إذن في المثال الأول هادان السائحان متعبان كذلك أنتم تأتون بجملة أو بجمل نعم من اختياركم تتضمن أسماء الإشارة نعم هذان هؤلاء أولئك ثم هتاني هؤلاء الأطباء متفانون في عملهم نعم هؤلاء أولئك أولئك الرجال شجعان ثم هاتاني هاتاني الطفلتان مهذبتان نعم هذه أمتلا فقط سؤال الخامس أركب أربع جمل تتضمن أسماء موصولة جاء السائح الذي زار مراكشة نعم هنا أتيت بجملة تتضمن اسم الموصول الذي نعم جاء السائح الذي زار مراكشة ثم الجملة الثانية علي هو أول من حضر وكذلك من هو اسم موصول للعاقل مرزوقة من المدن التي تشتهر بالسياحة الصحراوية نعم اسم الموصول هنا التي وصل السياح الذين غادروا المغرب اسم الموصول هنا الذين كذلك هنا سأنتم أعزائي عزيزاتي تأتون بجمل تتضمن أسماء موصولة نعم إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة كانت مخصصة لأسماء الإشارة والأسماء الموصولة ونوع الفاعل نعم وكذلك الفعل المتعد والفعل اللازم إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة نعم واشتراكم بركات ودومتم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء سأنتم نعم 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 اشتركوا في القناة